هذه أبرز العنوينة تطورات جديدة ومفاجئة في قضية النجم المغربي عبد الرزق حمد الله ومشجع نادي الهلال السعودية ياسين بونو الحارس المغربية يخرج بتصريح يفاجئ العالم ويكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن إشبيليا والاندمام إلى الهلال وليد الرجراجية يحدد تاريخ اجتماع بلاعبية المنتخب الوطني المغربي في هذا الموعد أمين عدلي يتألق مع فريق باير لفركوزنا الألمانية ويضمن مكان ضمن الأفضل في الدول الأوروبية تنازل كل من المغربي عبد الرزق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد جد السعودي والمتفرج الذي اشبك معه عن حقه ما الخاص بخصوص الواقع التي أعقبت فوز الهلال بكأس الدرع السوبر السعودية وأكدت الصحيفة الرياضية السعودية تنازل الجانبين أمام الشرطة الإماراتية وتبقى الحق العام في الواقع هذا وتقطت عدسة الكاميرا لحظة خروج اللعب المغربي عبد الرزق حمد الله من الملعب المباراة لتبدأ المناوشات بينه وبين أحد الجماهير قبل أن يقوم المشجع بضرب اللعب المغربي بالصوت ويذكر أن النادي الهلال السعودي توجب لقب السوبر السعودي بعد فوزه في المواجهة بأربع لواحد التي جرت أطواره على أرضية الملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو طبي أدل الحارس المغربية ياسم بونو حارس مرمى المنتخب المغربية بتصريحات للموقع الرسمي لفريقه السابق إشبيليا كشف من خلاله بعض الأسباب التي دفعته للمغادرة وخوت تجربة جديدة مع الهلال السعودي ولم يفوت بونو فرصة توجيه الشكر لنادي إشبيليا حيث قال في كل الأندية التي لعبت فيها كنت بحاجة إلى وقت للتأقلم لكن في إشبيليا تأقلمت بسرعة إشبيليا سيظل دائما مكانا خاصا لأنه النادي الذي وضعني في مكانة مهمة في العالم كرة القدم وهي المدينة التي ولد فيها ابني كلنا نعرف كيف انتهت الأمور رغم العروض المهمة الذي قدمه الهلال إلا أن بونو كانت لديه أسباب أكثر أهمية للبحث عن التغيير لم أكن على ما يرام في العام الماضي كانت لدي مشاكل عائلية كان علي أن أستمد القوة وكل خبرتي لكنني لم أستطع كنت بحاجة إلى تغيير من أجل صحة العقلية خوض التداريب وأخذ قيلولا ثم التفكير في التداريب في اليوم التالي لو بقيت لم يكن أدائي سيبقى هو نفسها وأضاف ابونو هذا هو حب النادي كل ما أقدمه لي النادي كان شيئا لا يصدق وسأحتفظ بذلك إلى الأبدا خضنا العديد من المباريات هذا العام مع الهلال ولكن في أقرب وقت ممكن سأذهب لزيارتكم في إشبريا وبخصوص ما إذا كان يرى نفسه يعود إلى إشبريا مرة أخرى أجاب قائلا بالنسبة لي إشبريا ليس نادي للاستقرار فيها النادي يحتاج إلى أشخاص لديهم رغبة في النجاح والإتقاء به إلى القمة لا يمكنك أن تكون في مكاين وأنت تعلم أنك لا تملك الطاقة اللازمة لقد كرست حياة للنادي طيلة السنوات التي قضيتها هناك وتشدر الإشارة إلى أن الحارس المغربي يسنبونو غدر إشبريا في المركات الصيف الماضي وانتقال إلى نادي الهلالة في صفقة تقدر بحوالي عشرون مليون يورو علما أن عقده مع النادي السعودي ينتهي لغاية يونيو الفين وستة وعشرون حدد الناخب الوطني وليد الرجرقية تاريخ المعسكر القادم للمنتخب الوطني والذي سيخوضه تحضيرا للمباراتين الهمتين أمام منتخبي زنبيا والكونغو برسم تصفيات كاس العالم الفين وستة وعشرون ويختار وليد الرجرقية يوم الثالث يونيو كموعد لهذا المعسكر الذي سينطلق بالمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة على أن تستكمل التحضيرات في مدينة أجادير حيث سيخوض المنتخب الوطني هاتين مباراتين على أرضية الملعاب الكبير بأجادير وتكتسب هاتين مباراتين أهمية كبيرة بالنسبة للنخبة الوطنية حيث يسعى لتحقيق وليد الرجرقية الفوز في كلاه ما لتعزيز حضوضه في التأهل إلى نهائيات كاس العالم الفين وستة وعشرون والتي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية يضطر اختيار الرجرقية لمدينة سلا لبدء التحضيرات حرصه على توفير أفضل ظروف اللاعبين حيث يتميز مركب محمد السادس لكرة القدم بمرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تساعد على الإعداد الجيد اختار موقع سوفا سكورا المتخصص في تقييم أداء اللاعبين الدولية المغربية أمين عدلي المحشر في صفوف نادي باير لفركونتنا الألمانية في التشكيل المثالية لدول الربع النهائي الدول الأوروبي وجاء أمين عدلي الذي سهم في انتصار فريقي على نادي ويستهم يونيتد الإنجليزية بثنائية نظيفة ضمن التشكيل الميتالية بمعدل 8.3 وكان الإسباني تشافيا لونسو مدرب باير لفركون الألماني أشهد في عديد من المناسبات بلعبه ونجمه المغربية من عدلي حيث قال أمين عدلي في حال جيد جدا وقد استعاد كامل مستواها ونحن في حاجة لطاقته وجودته ولعبه الهوائي وسرعته نحو عمق الخصم ويشار إلى أن النجم المغربية من عدلي يصفه انتصار واحد في الدول الألماني هذا الموسم لتشويج رفقة فريقي باير لفركون باللقب البوندسليغ متفوقا عن حامل لقب لسنوات عديدة باير ميونخ الألماني والذي يلعب إلى جانبه المغربي نصير مزراوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة